أهلا بكم مشاهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم فعليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتنويل الإنمائي بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى يتضمن عددا من المحاورة الرئيسية في إطار حجد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعيتها فضلا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذة وكذلك تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة لاستثمار في مصر تمهيدا لترحيها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ والمنعقدة أو التي ستعقد في نوفمبر القادم وذلك بمشارقة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلية المجتمع المدنيني ومراكز الأبحاث والفكرة اشتركوا في القناة 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 بمجهود كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القناة اشتركوا في 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 القناة الأوروبي وطرح حلول من رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستراد أتصور أن كل هذه الرؤى يمكن أن تكون أرضية مشتركة مهمة جدا لبداية نقاش حقيقي يصل إلى نتائج بحيث بالفعل يمكن نقل التعهدات إلى أرض الواقع أتفهم أن التعهدات المتعلقة بالكثير من المشروعات ربما عرقلتها فترة تدعيات كورونا وحالة التوقف وحالة الانكماشة التي أصابت العالم خلال تدعيات كورونا ولكن الآن ونحن في مرحلة تعافي أتصور أن نقل التعهدات إلى أرض الواقع تعتبر حل لمشكلة كورونا وحل أيضا للتحديات التي يواجهها العالم ارتباطا بالأزمة الأوكرانية الضخص تثمارات كبيرة في مجال توليد الطاقة من الرياح ومن الشمس ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات أتصورها فرصة جيدة لكي يكون هناك طاقة جديدة تساعد على خفض أسعار الطاقة الحالية ويكون لها دور في امتصاد حالة التضخم الذي تضرب العالم حاليا نعم بشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك